السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم معي مجديد في قناتي فنو الطبخ مع سناء الفاسية من ضمن السلسلة الرمضانية إن شاء الله بإذن الله هذا الفيديو الثاني من سلسلة رمضان هو البريوات دياللوز صراحة كيجي ورائعين وكيجي وغزالين المهم لعسل راني كنت حطيت الفيديو لقبل من هذا كيجي ورائع وزوين أني كنت أراني حطى ثلاثة ديال الطرق في دياللعسل في قناتي والبريوات هذو اللي ما كن استغناش عليهم صراحة ولدقهم عندي كيحمق عليهم المهم تفرجوا من الفيديو من الأول حتى الآخر غاديت تعرفوا على بزاف ديالالأسرار باش كيجيو مقرمشين باش وخط خبعهم دخلهم مدة شهر ولا اكتر كيبقوا مقرمشين وكيبقوا في طبيعتهم تبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر بالنسبة للمقادير عندي هنا كيلو دياللوز المهم اللي فسخته اللي درته في المسخون وفسخته وطحنته ب350 جرام ديالساني دا فقط ما بغيتش نقوي لأنه كتجي كانت تطحوها في العسل ما بغيتش تجيني يعني جي حلوة بزاف بزافة 350 باركة هي نغمال مور نضيف 500 جرام ديالساني دا في كيلو دياللوز عندي هنا جوج معلق ديالزبدة هنا درتغي الزبدة ديال البواطة جوج معلق الكونفاتيوغ ديال الحلويات هنا روح اللوز عفوا روح ديال الزهر لي ما كان استغناش عليها هالطويصة هذه كدير 15 لرهم صافي كما كتشوفو راني طحنت اللوز عند القزار فين كان فين كان طحنوه غد نبدو على بركة الله كما كتشوفو غد نضيف دا با داك جوج معلقات ديال الكونفاتيوغ الصراحة الكونفاتيوغ كي يعطي واحد تعليك زوينة للعقدة ما كان استغناش انا عليه غد نضيف كذلك داك جوج معلقات ديالزبدة انا ما كانتش متوفرة لي زبدة الحيوانية كتعطي واحد دازوينة للعقدة المهم جوج معلقات وغد نضيف واحد القطارة من روح ديالزهر تقريبا واحد اربعة معلقة كتعطي هاتي واحد نسمة رائعة وزوينة سوف نبدأ نعرك ذاك اللوز ديالي مزيان حتى يندمجوا لذاك العناصر كاملين معهم كما قد لكم نعركهم مزيان بحالي كان لديكم الخبز ضروري باش تخليف ذاك زبيدة باش تخليف ذاك اللوز سوف نستمر هكا حتى يندمجوا لذاك العناصر كاملين اصلا داك اللوز صراحة وخاما خديد داك اللوز صغير اصدق لي غزال 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 وزعمهم زيت ماشي داك اللوز الناشف كما كتشوفوا سوف نستمر هكا دابا سوف نحرب الحريبلات يعني القياس اللي حبيته انا في هذا الحريبلات درت 16 قرام كل كيبغي دير قل كل كيبغي دير كتر انا كندير ديما بريوات حاجة متوسط على هات الشكل سوف نستمر حتى نقوّر العقدة ديالي كاملة انا عيني ميزاني حيدي ما كنخدمها عارفة كيجيوني كلهم قادين كما كتشوفوا غادي نبدأ نقوّر ونحط حتى كنسالي الكمية ديالي كاملة كما كتشوفوا مبعد مسالي تكوار غادي نغطيها باش ما ينشف ليش اللوز ديالي وقد ندوز ان شاء الله بإذن الله كما كتشوفوها غزالة كان نخدم عند واحد السيدة غزالة كما كما معودة كم ديما كان نزول دك الجوانب ديالها كان عبر ثلاثة ديال الصبيعات وكان قطع ثلاثة صبيعات وكان قطع يعني أنا ما كنديرها تغيير وما كنديرها كبيرة كنديرها موين صافيه هكا كتشوفو على هاد القياس ضروري ما نديرها في البلاستيك باش ما تنسش فناش كنش بدو الكمية اللي كان نخدمو بها وصافيه كنردو هذه هي الورقة ديالي قطعت غادي شوية وخلي الطبقي يعني كنن بك نقطع تكنسالي كما كتشوفو الورقة غزالة وزوينة بالنسبة لتلصيقة لغاية السيدة هنا عندي واحد شوية شوية دقيق ولماء صافي كان مزج هكا حتى كندمجوا لدقيق ولماء يعني ما كيكونش جاري وما كيكونش قاسح هديها تلصيق باش كألصيقنا ما كلا لديها على البيض بله ان البيض منيكت تلصق بها منيكت تشتقين فيها منيكت تلقلي بكي بقيت لدى الكشكوشة وانحنا فغان..غنا على ذلك الكشكوشة مbakيناج بروى وانش تحمره كما تنزلت خضرية ايضا انا انا دي ممكنك لصيق بهالتلصيقة هي اللي كان كنصق بها يعني دقيق ولماء صافي على هذا الشكل هكا كما اقول لكم نكتش عاقده بزاف كما قدشت شوفو سوف نبدأ على بركاتي كما ترون الجهة المحبة هي اللي كان داخل في البريوة والجهة الملسا هي اللي من التحت أنا كنستفى نستفى 4 أو 5 على حسب البلاسة كما ترون سوف نستفى البريوة سوف نستفى البريوة لكي تكون مقرمشة هي الزبدة أنا دي مكان دهن واحد القليل الزبدة قبل ما نبدأ هذا هو السر من أسرار لكي تأتينا لكي تأتينا البريوة مقرمشة وغزالة سوف نبدأ كما ترون كما ترون الكويرات سوف نستمر سوف نوزع الكويرات للوز على الأشريط على هذا الشكل سوف ندوز بإذن الله بطريقة أنا ما نشد بها الورقة على هذا الشكل يعني الصراحة سهلة سهلة سوف نشارك معكم الطريقة سهلة كما ترون كما ترون لكن لا تزيروا لكي تقليوها لا يضطر لكم ويأتي خفيفة كما ترون تحليلها ومقدم ونستمر حتى نكمل كمياتي كما قلت لكم نجمع لها ليتدخلوا كما ترون لا تضطرون للمشاهدة لتشاهدة لكي تضطروا روح ترون تجروا تقدموا لكي ترون تقدموا ان شاء الله بإذن الله لكي نكملوا تاتيمة المراحل كيف ممكن تشوفون بعد ما كملت تاكل عقدة اللوز ديالي كاملة ستفتون في هذا البلاتو تبارك الله ركا تعطي كمية وفيرة سنقول لكم الكيلو ديال اللوش حالكي تبارك الله فتلكي عطي الصراحة وصدقوني سنجدها بواحد شوية يعني عندما تنشف لي ذاك الورقة ديالي شوية سنبدأ نقليها إلا بغيتوها بيتوها كان أحسن تغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونبدأ إن شاء الله بإذن الله هذا هو العسل ديالي اللي شاركته معكم صراحة كي يجي غزال ورائع وزوين كما كتشوفوا وضعت الزيت فوق البطا نجرب الزيت واش سخن بقطع ديال الورقة على هات الشكل مازال شويش خص الزيت ديالي سخن كما كتشوفوا عندي هات الشبكة ديال الزيت بوح ديتها وديال اللي عسلتها هي بوح ديتها ما تشركوش هاتي مع هاتي باش ديالي باش دكالعسل ديالك تبقى ننقية ويمكننا نستعملوها نبخرة كنضم دابة بقين الزيت تبارك الله رهها سخنات لي غادي نبدأ على بركة الله تبعوا معي الطريقة القليلة هاتي طريقة مهمة كما كتشوفونا كان وضعها هكا يعني مني تحطوها ما تحركوهاش بزاف باش ما تتحلناش يعني كيف كتشوفو درتغي واحد معي القاعفون باش كنزول وحدة فوق وحدة صفي كنعمر المقيلة ديالي رادابة ديرا النار مجهده تبعوا معي الطريقة ديال القليل النار مجهده ومنين قبطات لي شوية رأسها كما كنضورها على هات الشكل باش كتتتحمر لمجميع الجيهات يعني ما كتشي جيهة محمرة و جيهة خضرة على هات الشكل مني حتى قبط رأسها عاد بدو تحركوها هكا كما كتشوفو ما زال قبط رأسها ما تحلت ما تشي حاجه ما كتتفرتت لي يعني الزيت كتتبقى لينقية للزيت ولا العسل سوف يستمر هكا كما كتشوفو راها الدهبات فقط تدهب ما نبغيوهاش تحمر باش ما تجينش قصحة من الداخل راها كتتتخدق اللون ديال العسل سوف يستمر هكا نقطر مزيان دك الزيت مزيان باش ما يضيع ليش العسل ديالي كما كتعرفو العسل ديال بريوة را بإمكاننا ننلي ونقليو به نقليو به شباك ننعسله فيه شباكية لانه هو العسل ديال بريوة كيبقى نقين كما كتشوفوها انتوما كنحاول باش نضغط عليها باش كتشرب لي دك العسل باش كتعرفوها بانها راها كتشرب العسل بنسبة للقلية التانية غادي نوضع البروة ديالي ولكن راني طفيت البوطة ضروري ما طفيت البوطة لان البوطة كتتكون مجهدة لحطة الزيت كتتكون سخونة بزاف لحطة القلية التانية لدغية تتحمر لكم من الداخل من بره كتتتحرق لبوطة حتى تتحمرنا شوية حتى تدفى شوية عدن حتى نكمل كمية كاملة نتمنى باش نكون وضحت لكم المراحل كاملة لها البريوة وعرفتوا الطريقة تعسل وطريقة القي كما تشوفوا كملت الكيمية قليت نصف 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 ونصف نصف نصف النجمن نخليها بالاقلية ونصف نصف على ح grup ونستمر على هذا كما تشوفوا قليت لكم غيرها وهذا نرى كيف تتحرك لكم ونحن نخلها ضروري ثم نرى التنقل ثم يجب عليها سوف تشرب العسل و تأتي معلقة رائعة غزالة لا تشبعوش منها سوف نجعلها صبتها في الصباح و دعوها تلع شحل ما خليتها شحل ما تأتي غزالة و زوينة بالنسبة لطريقة الخزين ديالها في الكنجلاتور يعني كنستف كل طبقة و ندير بلاستيك الغذائي بيناتها على هات الشكل يعني ماشي كندخلها ندخلها ندخلها كل طبقة ندير البلاستيك الغذائي صافي و تكون العلبة محكمة الإغلاق لا تكونش تدخل الهاواء كما تشوفوا هذه العلبة عندي ذاك ذاك الجليدة على برا في هذا لا تدخلش قاعد هذا لا تدخلش قاعد الهاواء ولا شيء نسمع هذو هما البريوات ديالنا من بعد ما باتوا ليلة كاملة كي يأتي العسلة ثق عليهم معلك انا ما كندير لقليكوز في العسلة لا تشي حاجة القليكوزرها نبعدوا منه نبعدوا من القليكوز نريدنا أن ناكلوا حاجة طبيعية يعني هذا العسل بهالطريقة هذه اللي درتها أنا كي يأتي لاصق على البريوة لا تنشوف متى شي حاجة إذا عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليها بجام وكومنتاغ وبغتاجي الفيديو ديالي مع الأهل والأحباب كي تعم الفائدة وما تنسونيش البنات بلايك وما اللي كخلي اليوتوب كي يقترح الفيديوهات ديالي على الناس وحدا أخرين باش تكبر إن شاء الله القناة ونزيد ونعطيكم في المزيد إن شاء الله ديال الوصفات تبعوني إن شاء الله بإذن الله ما زال بزاف الوصفات الحلوة والمال حافظ رمضان إن شاء الله بإذن الله شكرا على تجاعتكم إلى فيديو آخر إن شاء الله